السلام عليكم و مرحبا بكم فصفة جديدة من قناة ماريا كويزين اليوم ان شاء الله راح ندير الوصفة بزف بنينو يعني احسن مرافق مع العسائر صراحة معرفته شلاح لحلوه ولا باتي سيري ولا لسانسي حاجة بنينو وسائي نبدأ بسم الله اول حاجة راح نبدأ بالجنواز وش نسحق فيها راح نسحق فيها ثلاث حبيبات تعلباد يكونوا بدرجة حرارة المطبخ يعني تكونوا خرجتوهم مسبقا رشاة تعلملح مغرفة صغيرة تعلفاني ونضيف عليهم اربع مغرف كبارة تع السكر العادي ربع مغرف يكونوا مع مرين مليح يعني كيلتلكم بالملعقة بش جيكم سهلة نجيب الباطغ تاعي ونطلع على البيض مع السكر حتى ويضها في الحجم تاع البيض ويقول لي الخالي تتعنا ابيض ومن الاحسن تفصلوا السافارة عن البيض انا لي الامانة عجز تبرك سينو كي تتفصلوا البيض عن السافارة راح يكون احسن يعني يجيكم العملية سهلة وتكملوه تمتم ولا ديرو كما درت انا شوفوا الخالي تاعي كيفاش يولي ببيض لازم تتحصلوا على هاد القاوام وهاد اللون الا هنا حوالي هقدك عشرة دقائق ولا خمستاشن دقيقة وانتي الضربة بالباطغ نضيف عليهم ربع مغرف كبار تع الزيت يعني من كل حاجة ربع مغرف يعني هاد جينوات جيكم روعة 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 بزف خفيفا وبزف بنينو وتقدر تستعملوها بزف يعني وصفات مش غير كيف مش غير هادي نجيل احنا نضيف عليها عطر الكاغامل كوم راح نديرها بدوق الكاكاو نزيد ندخل المليح هادك الكاغامل في باقي المكونات ندرت لحنا باتاغون بدوق الكاغامل وانتو ما تقدروا تديرو تاع البندق ولا تاع شوكولا ولا وش عندك في الدار وتقدروا تكتافي وغير بلافاني فهاد المرحلة راح نبدو نضيف في النواشف ندرت لهنا تلت مغرف كبار تاع الفارينة يكونوا ببومبي يعني معمرين مليح در ثلاثة ومن الاحسن نصيروهم هاكا باش جينا العملية سهلة كندخلوها في السوائل ونضيف عليهم غرفة كبيرة بومبي يعني معمرها بزاف تاع الكاكا والبوني ونصير كلش كيف كيف ونجي لهنا ندخل هادو كل نواشف في باقي المكونات يعني ندخل من تحت للفوقك وتعرفو كامل كيف اشتخدمو الجينواز بهاد الشكل شوفو شوفو القاومتها كيفاش يولي يعني مقادير جد مضبوطة نجيل احنا نجيب البلاتو تاعي القياس تاعو 25 على 25 بلاتو اكتر من هكا ما ننصحكم اش راح تجيكم مرقيقة بزاف دهنتو بالزيت وفرشت عليهم مليح البابي كويسون يعني غلفتم مليح بالبابي كويسون كديرو الزيت راح يلسقلكم هاداك البابي كويسون ويجوكم ساهل فرقة الخالي تاعي فيه بهاد الشكل وفي هاد المرحلة كون شعر الكويسينياغ تاعي على اقصى درجة نروح نقص لها نديرها على 180 درجة كي طيبلي ملتحت نشعلها من الفوق اذا عندكم كويسينياغ تشعل من تحتو من الفوق تشعلو من تحتو من الفوق مدة تطهي 15 دقيقة كحد اقصى الهنا بعد ما طابلي نحيه بكل سهولة شوفو ويجيكم مشاء الله شوفو نجيل الهنا نقلبها نحيه هاداك البابي كويسون راح يمازلها سخونة خلوها انتوما تدفى شوية ولا تبرد شوية بعد نحيه لها يعني تنحد بكل سهولة انا الهنا هاداك البابي كويسينياغ تاعي يعني يحرق لي شوية سينو ما شاء الله ما شاء الله حاجة ما راح تبان نجيب الهنا واحدة طابع هكا نجي كاري ونجي نقطع بهذا الشكل يعني الصورة راح يتوضح خير من اللي نقعد نهدر شوفو الهنا كي قعد لكم يعني كي ما نقولو ما يلحقش ما يكون شقيس هاداك الكاري شوفو كيفاش يديرو يعني طريقة ساهلا ماهلا وراح تمدي لكم كمية ما شاء الله هنا مدتلي حوالي 22 حبة بهذا الكمية الهنا راهم 20 حبة وما زل زوجو حدوخرين يعني من بعد زي تكملتهم نروح نحضر طبقة تانية اللي هي كاس تعبودرة الشانتيه سياحة الكاس 240 مليلتر نضيف عليهم كاس إلا ربح لي بيكون بارد ملاح بارد ملاح نجيب الباتر تاعي ونقعد نطلع في هاداك الشانتيه تاعي شوفو مشيك غير تشوفوها طلعت حبسو لا لا البنات قعدوا تطلعوا فيها تطلعوا فيها حتى تحسوها ولا تليس وضعفة الحجم ديالها والولات تقيلة يعني الباتر كي ما نقولو تحسوه باللي راهو تقيل في هاداك الشانتيه شوفو كيفاش تحصلو على القاوام تتلحقوا لهاد القاوام نوعية الشانتيه أنا استعملت كريستال هاد شانتيه بزاف هايلا وقلت لكم تاني كي تطلعوها مليح راح تساعدكم سوخطو في هاداك الوصفة لازم تطلعوا شانتيه مليح باش مددوا ب كومش تمتم ونجي الهنا نديرها في بوجه تابل ونديرها كطبقة تانية للجينواس تاني ملاحظة إذا حبيتوا تشربوا جينواس شربوها مي ما ننصح كومش علشان اضفت لها الزيت باش تجي طريه وتاني يعني الطبقة اللي راح نديروهم كامل حلوين راح تجينا متناسقة الحلاوات جي هايلا متجيش كامل حلوة شوفو الهنا كي قاعدت لديك شانتيه زدر الطبقة وحد اخرى شوفو بهاد الشكل ونجيب اللعنة المكون لح يزيد لها بناء على بناء هي الكابريز يعني الدوق التاع وروعة روعة روعة يعجبني خل من توفيا كاغامل وانتو ما تقدروا حتى تخدموه في الدار ولا تعودوه ب توفيا كاغامل لسانسيال انا هاداك اللي هاداك الباطا يعني تشدلي البنات بالنسبة لهاد الوصفة تقدروا تخدمو بي حتى تلت خطرات من هاد الوصفة وشوفو راني ندير كمية يعني ما شاء الله نديرها فق شوفو شانتيه تاعيب هاد الشكل دوق تاعو هايل علش قلتلكم تشربوش هاداك الجينواز بسكو مع الكابريز شانتيه حندروا لها شوكولا يعني يجيكم هايلة اندير اللعنة ثاني الجوز تقدروا تعودوه بالكاوكاو ميلي الامانة كمية الجوز استعملتها في هاد الوصفة قص ديمي عشرالاف تقدم لكم هاد الكميه كامل يعني قص عشرالاف انا خدمت له هاد الكميه كامل نجيب الهنا كوبات ولا بمغرفه ولا ونقعد نخدم لها يعني سوي لها الاطراف تاوحه باش من بعدها كندلها شوكولا جيني لخدمه شابه وثاني تقدروا يعني تخدموها قبل ما ديروا هاداك الكابريز والجوز يكون احسن شوفوا اللعنة كي حسيت هاداك الكابريز بديدو بلي دخلتها للكونجيلاتر ولا الفريجيدر وكملوا خدمتكم نجيل اللعنة ميتين وخمسين جرام شوكولا بالحالي بندوبها على حمام مائي راح نضيف لها زوج مغارف كبار يكونوا مع مرينا مليح تاع الزيت لازم شوكولاتي تكون خفيفة لازم لبنات شوكولاتي تكون خفيفة ونجيل اللعنة نبدأ نقلاسي في الحلوة ديالي ولا في الباتي سري شوفو اللعنة شوفو كيت قلاسي وها فرغوا وكونوا لازم سريعين وفرغوا كامل على الجوانب وتاني لازم تخبطوا الفرشيطة ديالكم هاكا تخبطوا الحبة ديالكم باش الزيت كامل يتنحى هاكا وتجيكم الحبة ديالكم يعني متجيكمش تبقى خشينة علش قتلكم ديروا الشوكولاتي عكم خفيفة نكمل كامل بنفس الطريقة ونعاود نولي لكم اللي هناكي كملتها زيت زينتها بلا فايدا شوفو شكل تحا كيفاش يجي يعني تشبه بزاف الحلوة اللي كدرتها لكم العام اللي يفات في العيد وكان دارت حالة وكنا دخلنا بها لتنوندونس مي هادي يعني شكل برك التحا مي دوق التحا البنات ماشي كامل كيف كيف هادي تقدموها مع العسائر شوفو نوعتكم بلي لو كان ديريها لضيافك رح يسقسوك على الوصفة وتاني تقدو تحطوها حتى في السهارة بزاف بنينو شوفو لها هناكي نقسمها لكم كيفاش راح تجي من الداخل وفي الاخر مع لي غير نقول لكم شكرا على المشاهدة الى وصفة لاحقة ان شاء الله سلام شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة